في الوقت الذي تنشغل فيه الاطراف السياسية بترتيب اوراقها يبدو انه هناك حراك برلماني يلوح بتعديل قانون الانتخابات بسبب عدم نزاهة قاعدة الدوائر المتعددة بشكلها الحالي الحراك الذي ابتدأ متأخرا جاء بسبب دخول ثلاث دفعات من المواليد الجديدة معترك السباق الانتخابي وهم في الغالب من ابناء ساحة التظاهرات والاعتصامات التي بدأت في تشرين الاول 2019 ومن المتوقع ان تكون للمشاركة الشعبية الواسعة للشباب اثرها الواقعي على نتائج الانتخابات لصالح المرشحين المستقلين عن الاحزاب والكتل السياسية او لصالح احزاب انبثقت من رحم حراك تشرين ويسود اعتقاد في الاوساط السياسية بتخوف جدي من خسارة متوقعة كلية او جزئية للكتل والاحزاب السياسية المتنفذة في الانتخابات القادمة وبالرغم من ان هناك جهات سياسية تفرض قوتها على مناطق توجد فيها وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين الا ان الرقابة الاممية والمهمات المنوطة بها بالاضافة الى دخول مواليد 2001 و2002 و2003 يضع المزيد من الصعوبات امام القيوة والاحزاب التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي منذ احتلال العراق ويواجه اجراء الانتخابات في العراق تحديات ابرزها سلاح الفصائر المسلحة التي دخل قسم منها على خط تنافس في الانتخابات سواء بتشكيل اجمحة سياسية لها او تلقي دعم قوى سياسية موجودة فضلا على الجدل السياسي وتضارب مصالح القوى المتنفذة بشأن اجراء الانتخابات وتوزيع الدوائر